العلامات المراض في الكلي هما قلال كما تعرفناهم كما نردوا البال ونرى الكلي وش فيها مراض منهم البول، البول هو نافذة الكلي يعني الكلي العمل ديالها الأول هو خراج البول يعني كتصف الدم وتخرج فيه البقايا زيادة في الأملاح زيادة في الماء أي شيء اللي ما محتاج به جسم الإنسان بالحفاظ على واحد توازن اللي يتخلي خرج يعني المواطنين اللي بغاوا يدوروا واحد تجربة يشربوا ثلاثة طرد الماء في الآخر نهار سيكونوا بالدك ثلاثة طرد الماء من بين الأشياء كان حريقة البولة تغيير لون البول كبير بأنه كان واحد المراض في الكليفة لا بد إما فيه دام إما فيه بحل لون دقتي إما فيه واحد بحل ضغوة بحل تشكوشة أي شيء كيبال لهم في هذا البول خاصة لابد يكون استشارة ويقلب البول بش يتأكد ما فيه تشيح حاجة بالنسبة للموضوع الثاني اللي يمكن لأشياء اللي يمكن لها تنتباه ديالنا شوية انتفاخ انتفاخ خصوصا في الوجه يعني في العينين يعني كنا نعطوه ديما نوادر واحد الحساسية ما نعشش مزيان وهذا كل انتفاخ مع الأسف غالب الأحيان كيدوز ضغياء وهو المرض كيبقى لكن انتفاخ ما كيبقاش باين ممكن نعطوه شواندرنا شو واحد تشخص على المرض يال كلي يعني كنت انتفاخ في العينين انتفاخ في الأرجول اتفاع الضغط دموي وهنا واحد النقطة اللي كنبغي نشير لها وليحنا كنديروا فيها واحد العمل جد مهم بدأوا باحد الأشخاص كيفهموا مع علاقة انتفاخ الضغط دموي بالكلي أولا الضغط دموي عنده علاقة والسبب دياله والعلاج دياله هو في الكلي ماشي في القلب لا علاقة له بالقلب ما كانت فهم شأن علاج كي تسقه في القلب لأن الشرايين لكن نعرف بأن الكلي من بين أعمال ديالها يعني بوظائف ديالها هي الحفاظ على الضغط الدموي إذا في المكان انتفاع في الضغط الدموي إما الكلي سبب أو لا ضحية يعني دائما عنده علاقة كبيرة علاج لأنه كنعرف بأن الكلي هي كل مجموعة شرايين ووحدات عاملة لي كتبدا تنقص فاش كتظهر الفشل الكيلوي ما بين هدوما الأعراض اللي هما قليلة مع الأسف لذا فالآن باش ننصقوا ما بين الطفل والآخر إذا الآن باش نعرفوا الكلي كين العمل يعني تحليله كين الشكل الشكل كين بدوه من جنين يعني إذا بدب يستاج يعني كان قلبه وش في الجنين كين واحد المشكل ديال الكلي ولو يكون صغير باش نشوفه وش خصوش علاج لما يزاد الطفل أولا مراقبة مهمة وكذلك الناس يما داروش مثلا هاد تشخيص بالصداق قبل يعني ليكوغرافي قبل من الولادة فلا بده قبل من خمس سنوات يعني يكون واحد ليكوغرافي نيكن تسمع الطفل عنده 8 سنين وعنده حريق وما عندناش أشنو كين فهدا غير طبيعي يعني ما كانشو بخلو عينت كريز وكيطاح كريز وكيطاح وما عنداش سبب إما كان مراد مكيبقاش يعقاب كريز وما يمكنش يكون عنده هاد الكريز يعني خصوص تحاليل تحاليل جال وش كان مشكل في الكلي وفحص بالصداق بكيبيلك فحص بالصداق كبيلنا وش كان تشوه خلوقي وش كان هناك الليليسياز الحجار وش كان شي مشكلة حاصر الكلوة وش كلوة مضرورة الضرات لأن مع الأسف مكيليناش خصوصا طفل صغير كيتشكى لأن أطفال غالب الأحيان بكيكونش عندهم مراد مزمين يعني سيكون عندهم مشكلة وقدوز